في إطار استعداداتها المكثفة للانتخابات النيابية لعام 2024 تعمل الهيئة المستقلة للانتخاب على تطوير وتحديث بنيتها الرقمية التحتية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حيث أنهت الهيئة الاستعدادات والتجارب للربط الإلكتروني الذي يعتبر معياراً أساسياً لنجاح العملية الانتخابية تم الاستعداد وجاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها واستحقاقها الدستوري في يوم عوى عشر تسعى إن شاء الله نهينا جميع الاستعدادات الخاصة بعملية الربط الإلكتروني تم إيصال جميع غرف الاقتراع والفرز إلكترونياً وتوفير جميع الخدمات الإلكترونية إلها تم توفير أيضاً جميع اللوجستيات الخاصة بعملية الربط الإلكتروني من أجزة حواسيب ومن طابعات ومن أحبار أيضاً تم تدريب الكوادر العاملي في عملية الربط الإلكتروني من خلين بيانات وضباط ارتباط فنيين انتقلنا بعد ذلك للتجارب تم إجراء ثلاث تجارب تم أتمتد جميع الأنظمة والبرامج التي تخدم العملية الانتخابية في جميع مراحلها اعتماد صحفيين مراقبين دوليين اعتماد مراقبين محليين أيضاً الترشح أيضاً كمرحل الترشح تم أيضاً أتمتدها بأكمل وجه وتشمل تجهيزات فرق الربط الإلكتروني تحضير البنية التحتية وبناء نظام معلومات انتخابي متطور يمكن من خلاله ربط جميع الدوائر الانتخابية بمدريات تكنولوجيا المعلومات في الهيئة هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات الانتخابية بشكل سريع ودقيق بين مختلف الدوائر هذه السنة طبعاً الهيئة استحدثت منصة خاصة لغايات عرض النتائج الإلكترونية وهذا الأول مرة بصير في تاريخ الانتخابات سيتم عرض النتائج إلكترونية أول بأول عند الاتهاء من فرز الصناديق وهذا متاح لجميع المواطنين الأوردنيين بحيث يستطيع المواطنين الاستعلام عن النتائج الخاصة في مركز الاقتراع وفي صندوق الاقتراع وفي الدائرة المحلية أو الدائرة العامة ويعتبر الربط الرقمي خطوة أساسية تتكئ عليها الهيئة المستقلة للانتخاب لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب وتضمن مشاركة فاعلة وواسعة في العملية الديمقراطية من عمان سامي الحربي التلفزيون الأردنية